من لبعض من هسه لبس قصير ممنوع اه لبس قصير ممنوع اصحاب كثير ماكوا ماقبل ما عندك اصدقاء وتسمعين كلامي بكل في لازم عاملني سيتم السيد انا مو انا مو السيد ولكن هاني يجب كل شي تشاركيني تسمعين كلامي تكني مطيعا وماكوا اصحابي وماكوا لبس قصير وماكوا مجهولة لازم كثير شعره كله ماكوا 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 كله ماكوا ويدي يوم يتكون قابكوا بس مواس لازم شوية اشهد عليهم بصي حرية بيقولوا انه الفيديو ده مالوش الا اتنين دليلين او معناين اما الخطوبة دي كانت حقيقية او انك شريكة معاك في هذه التمثيلية وبمزاجك ايه فيهم مالهاش تالت لا تغلت الا اذا كان هو استغلك واستخدمك بقى انتوا بتعملوا فيديو بتهزره معلش اخترت واحدة من التلاتة انه هو كان هو اللي اعمل هذا الفيديو ده وانت بموافقتك وانا لا انا ما كنتش اعرف انا كنت تكلم ان كل ده زار كل ده بيحطوا بيحطوا الكاميرات وبيحطوا الحاجات وانا انا ناس كتيرا فقعدنا في البلكونة وانا البلكونة بتاعتي على نادي الجزيرة فالمنظر حلوه فكان بيسجل وبعدين قلت كلمتين بالخليجي فهو بدأت تتكلم بالخليجي فحتى برد عليه بالخليجي كان هزار انا انا اقوم رفحت اشوف وشفتنوا عنه قبل كده خالص فحصل اللي حصل هو عمل كده عشان التريند وهو فان انت لها تريند بعدين لما الناس تسقلوا وانت ليه تقدمت لها على الهوى يقول له ما صلا كنت بكبر بخاطرها كنت بكبر بخاطرها يا حرام اصلا غالبانا طب انا عايز اقولك على حاجة بسنتي قلتي كلام متناقض مرة قلتي انه كان بيهزر ده انا اسمعتها مرة قلتي انه كان بيعيت وبيترقك يشان تقبليها انا عمري ما قلت بيعيت ورقبل وهاتي لي اللي قلت دلوقتي اما في فيديو ليه هاتي عمري ما قلت الكلمة دي ولا هقولها اصلا الراجل قلت لها الخبرتك اه صوت يا ريت بقى بدل الدموع دم بقى بدل الدموع دم حيث ارتباط نزار الفرس بحرية فرغاليا خلي بالك صد البلد يعني موقع محترم جدا جدا اه اه وعنده مصدقية فاكيدك اللي عمتها اتقال على لسانك اقسم بالله انه ما اتقال على لساني ولو سمحته لو موجود انا عايز اسمك اهو الخبر موجود الخبر موجود فين قلت المين كده قيري الخبر بقى وشوفي يعني انتي ما اصلكيش هذو الخبر اوي 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 مئمئة ايه يعني ايه ابقى بدل الدموع دم علشان يرجعي ايه الكلام ده ايه ده ايه ده ايه ده طب هو طلع ورد على كلامك ده واشفتش رده لما شفتش رده لانا ما ما عملتش كده قال ان الكلام ده مش حييه وكلمني على فكرة وكلمني من العرق مرة قالوا والله انا ما بقراش خالص السوشال ميديا دلوقتي قال لي يعني انتي بز علانة انتي كويسة وكان كويس جدا معي قالوا كل سنت طيب وكلم العمضان كريم وبتاع وقفأ كلام ده من 4-5 تيام قالوا والله العظيم انا ما ما اكلمت خالص انا 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 كحورية كشخصية يعني انت عارف نخبر ده ما فققتش بي دلوقتي ايو انا سمعته ايوة انا سمعت اخبار كتير قوي طب ما حاولتش ليه تكلمي الموقع وطلوهم زي تنزلوا كلام مش على الثاني وده نزل على اكتر موقع وش موقع واحد وانا بقى حضرتك كل شوية حدي حط خبر غلط قاعد اتكلمه شوفي كده الفيديو ده كان المفروض ان احنا خلصنا اللاصنا الحلقة حتى لو كنت حضرتك كنت هتسمعيه قال لي انت عندي بتحبي مجد المهندس ايه؟ اسمعي ايه؟ 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 ماشيك ايه؟ حلقة بتاعتك؟ لا الحلقة خلصت لأنا فهمت له حلقة خلصت كنتش شايفة وانتي ممثلة وفنانة محترفة انو الكاميرات نور الأحمر مشغل والإضاءة شغالة اولا انا في شعقتي بانتي في مليون ألف ناس انا ما قدتش بالي قال اللي عرفه وقال لي خلص البرنامج وقامت ولما قام قعد يكتب حاجاته على التليفون وبعد كده رح وهو قايم قال لي تسمعين مجد المهندس الجديد ده قلت له انا ما عرفه يعني ما سمعت له بس عرفه فقال لي طب اسمعي كده فابتدى شغالي فقال لي طب ممكن ما تكسفينيش وترقصي معي فحتى انا قلت بس انا لو قفت بتحت بأعصر مني أو بي يعني غصب عني لما هو قصر مني ف لا بس يعني الثون متناسب ايه؟ الثون متناسب قلعتي الجزمة؟ اه هنا قلع الجزمة عشان تطيع عصر منه ما هو رحت للناس وقال لهم هي انا كنت بكبر بخاطرها عشان قلمت قال لي هتقدم لها على الهواء قال كده حقيقي اه؟ طب ايه رأيت الجملة دي؟ طبعا جملة لعيب اصلا محاول لعيب محاولي؟ انا ردتها له طلو انا وافقت اني اقف ارقص معك علشان علشان ما اكبر خطرك انت كمان شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا